بشكل عام دايماً هيثم إحنا عندنا التباس ما بين فكرة حساسية الحليب وعدم القدرة على تحمل سكر الحليب فخلينا نحكي بشكل جداً مبسط إحنا فيه عندنا أنواع مختلفة من ردات فعل الجسم اللي ممكن تحصل للحليب البقري بالأخص إذا كانت هاي حساسية فهو جهازنا المناعي بينظر للبروتين الموجود عندي بالحليب على إنها مادة مضادة للجسم بحاول إنه يشن هجمي تجاه هاي المادة ليتخلص منها ويزيلها من الجسم تماماً فإحنا بالحساسية إحنا بيكون في عندي ردة فعل جهازنا المناعي بحيث أن الأعراض بتختلف بصير في عندي إحمرار بالوجه بصير في عندي استفراغ بصير في عندي حبوب بصير في عندي ضيق بالتنفس وكل الأعراض اللي بتتعلق بفكرة الحساسية من الحليب أما في عندي عدم قدرة على تحمل سكر الحليب واللي هو اللاكتوز في عندي إنزيم بالجسم يسمى اللاكتيز هذا اللاكتيز يساعد على هضم سكر الحليب اللاكتوز على فكرة معظم الأشخاص ما عندهم اللاكتيز وهو الطبيعي أنه إحنا ما يكون عندنا اللاكتيز ولكن طفرة جينية أنتجت أن الأشخاص صار يكون فيه عندهم لاكتيز بأجسامهم فبالتالي إذا ما أنا ما عندي الأنزيم اللي بيساعد على هضم سكر الحليب هاي السكريات بتروح للأمعاء الغليظة بحيث أنه بتصير تتغذى عليها البكتيريا الموجودة عندي بالأمعاء الغليظة وبتأدي إلى إنتاج العديد من الغازات تمام بجوز الشخص هذا هو الغازات بجوز الشخص بفسر الانتفاق أيها بسي قولك أنا عندي حساسية من الحليب ولكن هو عدم ارتياح بالضبط عدم قدرة على تحمل سكر الحليب ولكن بهاي الحالات على فكرة إذا نحن بنتناول كميات حليب أقل من 200 ملي باليوم الواحد الجسم بيقدر يتعامل معهم إذا كان عنده كميات كافية من البكتيريا النافعة وكمان ممكن أني أنا ألجأ لحليب البقري خالي من اللاكتوز اللي هو هلأ صار موجود بالأسواق بيكون عبارة عن حليب بقري عادي ولكن مضاف إلى إنزيم هضم سكر الحليب اللي هو اللاكتيز فبيكون فيه السكر والإنزيم مع بعض فالشخص لما بيشربوا ما بيشوف هاي الأعراض تمام يعني كتير من الأشخاص الكبار ببطلوا يشربوا حليب يعني إحنا بجوز بتطلع هيك بثقافتنا الغذائية بشكل عام إنه الحليب بس للصغار فشو رأيك في هذا الإشي؟ تعرف للأسف هاي أكبر غلط يمكن إحنا بنواجهه لأنه إحنا بنحتاج ما لا يقل عن 3 إلى 4 حصص غذائية يوميا لحتى نغطي احتياجاتنا من الكالسيوم ولما يزيد العمر خصوصا للنساء لأنه بيصير عندهم خطر الإصابة بهشاشة العظام أسرع من الرجال بسبب فقدان هرمون الأستروجين عندنا بالجسم الأستروجين يعتبر حامي لكثافة العظام وبعد انقطاع الدورة الشهرية بيصير في عندي انخفاض في مستويات الأستروجين يصير بيصير عندي سحب للكالسيوم أكثر من العظام فإحنا هون بنحتاج نسب كالسيوم أعلى فدائما كبار السن بيحتاجوا 1.2 جرام من الكالسيوم مقارنة مع الأصغر السن اللي بيحتاجوا 1 جرام من الكالسيوم فقط تمام فمش لازم يلغوا الحليب أبدا البدانة لها عامل إيجابي واحد من ناحية الكالسيوم وكثافة العظام أن السيدات اللي بيكون عندهم نسب بدانة أعلى بيكون في عندهم تكدس بالكالسيوم والفويتمندي أكثر بالعظام ليقدروا يحملوا وزن الجسم فهم أقل خطرا بالإصابة به شاشة العظام ولكن الأنحل بالجسم بيكون في عندهم خطر إصابة أكثر به شاشة العظام أكبر تمام طب إيش في بدائل؟ هون أنا جايب معي 3 أنواع من بدائل الحليب للأشخاص هلأ صارت تدرجها إن كانت بالقهوة إن كانت مع حبوب الفطور وهي تعتبر كبدائل للحليب البقري رح نبدأ أولا بحليب الشوفان كثير اشتهر حليب الشوفان استخدامنا إله وبالأخص إنه هو بيأدي إلى مشاكل بالهضم أقل ولكن لازم إحنا نكون وعيين لللوائح الغذائية لهذه الأنواع من الحليب إذا بنبدأ بحليب الشوفان فهو بيحتوي على 50 سعر حرارية لكل كوب واحد من هذا الحليب محتوى من البروتين قليل جدا ما بيتعدل 2 جرام إلى 4 جرام من البروتين لكل كوب واحد فبدأ أنتبه إنه ما فيه محتويات عالية من البروتين بالإضافة إنه خالي من الفيتامينات والمعادن إلا إذا كان مدعم ببعض من الفيتامينات والمعادن وعادةً بيكون مشار إليه ومن الضروري إنه أنا أنتبه لما أشتري حليب الشوفان إنه ما يكون محلة عادةً أنواع الحليب الشوفان بيكون مضاف إلها الطعم السكر لحتى يتصير مستساغة أكتر فأنا هون النوعية اللي أنا جايبتها إذا بتنتبه مكتوب عليها أنسويتند يعني غير محلة فالأفضل إنه أنا أقرأ اللوائح الغذائية قبل ما أشتري الفائدة لحليب الشوفان إنه بيكون أقل من ناحية مشاكل الهضمية اللي بيأثر فيها على الأشخاص فإت إز ويل توليريتد الجسم بيقدر يهضمه بطريقة جيدة محتوى من البروتين يعتبر قليل إلى معتدل 2 إلى 4 جرام من البروتين هلوة هاي إت إز ويل توليريتد أستخدمها للناس آه بالظبط يعني بنقدر نتحمله بالظبط بدي أنتبه كمان لشغلة أساسية إنه لازم إحنا ننتبه للفيتامينات والمعادن بما إني ما عم بأخذ الكالسيوم من هاي الأنواع من الحليب إذا ما كان مدعم يعتبر جيد كبديل للأشخاص اللي عندها حساسية من الحليب البقري وهو الأفضل ما بين حليب اللوز وحليب الأرز نعم فيه شغلة أساسية بالشوفان إنه لما نحن نستخرج الشوفان إحنا بناخد زي الوي تبع البروتين واللي هو البروتين اللي فيه ذات قيمة غذائية عالية فهذا الإشي يعتبر إيجابي مع إنه محتوياته من البروتين بالنسبة للكمية بدأت صفي نفس كمية الحليب البقري يعني كوب إلى كوبين ولكن هي الفكرة إنه الكمية ما بتغطي احتياجاتنا من الكالسيوم إحنا دائما نحكي 3 إلى 4 أكواب من الحليب أو الألبان ومشتقاتها عشان نغطي احتياجاتنا من الكالسيوم بس بس بنفع الواحد ياخد مكمل ثاني ياخد أنواع الحليب هاي ياخد مكمل الكالسيوم ممكن بحالات الحساسية من الحليب والحساسية من الألبان ومشتقاتها فأنا بنصح إنه نحن نتبع هذا البروتوكول بحيث إنه أنا بستبدل الحليب البقري وحتى أغطي احتياجاتي من الكالسيوم والفويتمندال بل جائلهم على شكل مكمل غذائي تانياً رح نلتأل لحليب اللوز حليب اللوز كمان يعتبر ذات قيمة غذائية جداً عالية من ناحية أنه الأقل في احتواءه على السكريات ما بين أنواع البدائل للحليب عادةً حليب اللوز ما فيه نسب عالية من السكر فيه نسب أعلى من الدهن لأنه هو من نهاية اللوز فاللوز من المكسرات فهو فيه نسب عالية من الدهون ولكن بدي أنتبه لشغلة أساسية أن الأشخاص اللي عندهم حساسية من المكسرات اللوز يعتبر من المكسرات فممكن يؤدي إلى حساسيات مختلفة بعيداً عن حساسية الحليب البقية تمام، وحليب الأرز؟ أخيراً حليب الأرز حليب الأرز عادةً يعتبر الأفضل بديل للأطفال اللي عندهم حساسيات متعددة هو الأعلى بالسعرات الحرارية 120 كوب من السعرات الحرارية بكل كوب واحد 120 سعرات 120 سعرات ويحتوي على 12 جرام من النشويات والسكريات فبدي أنتبه أن محتوى ممكن يكون عالي من النشويات وبدي أنتبه لمادة الأرسينيك اللي هي مادة تعتبر غير صحية للجسم وعادةً بتكون موجودة بالأرز عشان هيك بدي أنتبه للبدائل اللي بتحتوي على النسب عالية من الأرز وبالأخصوص للأطفال تمام، تمام، الله يعطيك ألف عافية رند شكراً جزيلاً على هذه المعلومات شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً